بي بي سي شبكة اعلامية خدعت العالم اجمع بالمهنية والحياد طوال الفترة الماضية فمنذ نشأة جماعة الاخوان الارهابية واستغلال بريطانيا لها جمعت علاقة مشبوهة بين هذه الجماعة وشبكة بي بي سي البريطانية نمت هذه العلاقة ووصلت الى تحريض ضد دول عربية ومن ثم تطورت الى حد ارسال السحفي الاخواني الى ليبيا وهو فراس كيلاني كيلاني هو من يزود الشبكة بكل الاخبار التي تخص الاحداث الدائرة في ليبيا من زاوية تخدم مصالح الجماعة الارهابية وبعيدة كل البعد عن الحياد التي تدعيه بي بي سي سياسة الشبكة باتت امرا لا يحتاج الى الكثير من الجهد للتعرف عليه والاخطاء المهنية التي تكررها دون اعتذار اصبحت دليلا واضحا عن اهداف المنصة البريطانية في مهاجمة الدول العربية والاضاحة باستقرارها وتقرير البي بي سي الصحفية التي لطالما اثبتت انحيازها لجماعة الاخوان الارهابية احدها تقريرنا ظهر فيه كيلاني رفقة عدد بنقادة الجماعات الارهابية الليبيين والفارين من ليبيا الى تركيا حاضنة التطرف محاولا تبيض صفحاتهما وواصفا اياهم بالمتهمين استضافة الشبكة لقيادات الاخوان الاربة يأتي في اطار تعهد بريطانيا للاخوان بالإيواء لكي تستخدمهما في اعمال التحريض والارباك وترويج الشائعات ونشر الاكاذيب وتسيس الاوضاع في المنطقة العربية لصالح الجماعة الارهابية انتصار فتحي ليبيا الحدث